حاب تكلم عن أمام أشهر أو مودست؟ هتكلم عن مودست بس أكمل حتة اللي تكلم عنها جيمي في النجاعة الهجومية لعند أمر كمال كأننا دايماً وكنا لسه بنتكلم عن علي معلول أنه هو الطرف اللي شغاله والباكي اللي شغال ناحية الهجومية وكان للناحية الثانية مش موجودة أو شيبي مش موجودة محمد هاني أنك تشوف أربع مشاهد الأخطر للنادي الأهلي في المباراة أنه أمر كمال هو المتواجد جومانتية الجزاء في كل كرات العكسية وأنه مكمل في التلت الأخير في كل الكرات لعيب من الصعب اللي أنت تلاقيه موجود في سكوادي نادي الأهلي ومتنفس جديد هجومان للنادي الأهلي ويستغلوا بشكل جيد زي ما اتكلم عنه جيميته المباراة أروح لمودست الأول أريد أن أرحل حاجة على مودست بس أنه في بعض الناس تنتقد مودست كلنا ننتقد مودست مش بس كده احنا اعترفنا جميعاً أنه خلاص مهاجم سيئ وصفقة غير جيدة للنادي الأهلي في أحيان الموضوع بيقلب بتجاوزات بسخرية زيادة يعني أجماعة في أمور كده اللي هو إيه احنا نتكلم كرة هزار وضحك وترياء وفي حاجات تانية مش حابة أتكلم عنها بس احنا نتعامل فنياً نمودست أكيد صفقة غير نجحة مع النادي الأهلي إطلاقاً إطلاقاً وكلنا نتساءل وحنبدأ نتساءل ليه أصلاً موجود في الملع ما فيش كل فعل ده ده حاجة طبيعية وحاجة هو مش شرط النائب يكون متقلق برة ويجي لك يبقى أحسن حاجة طبيعي ممكن المستوى يختلف ومستوى يتغير مش متأقلم لكن هو شكله معنادي الأهلي هو مش أحسن حاجة هو ما بيقدمش حاجة ما بيقدمش أي إضافة يمكن تصريعه حتى مع الكيب الفرنسية أنه بيقول لك ليه أنت بتغيبه متواجد على الدكة قال لك يمكن عشان خاطر البند الخاص بي بعدد اللعب أو عدد دائل هلعبها أنه يتم التجديد العقد التلقائي يمكن عشان كده ما بلعبش بس لما بيجي نشوفه في الملعب لا إحنا عارفين أنت بتلعبش ليه في مستوى فني مش موجود لو جبنا الحلاب بتاعته أو المشاهد بتاعته أمش هنتكلم فنيا بس إحنا بنتكلم في أشكال هجومية متنوعة وإحنا بنتكلم على إمداد أكتر من خمس أو ست إمدادات لمودست هو مش موجود دي واحدة تلعبت من شوية هو مش موجود فيها ما استغلاش أحسن حاجة الكرة التانية الكرة التانية لولا برضو الدفعة اللي خدها من المدافع بتاع فاركو حصل على ضرب الجزاء لكن لو الدفعة دي ما تميتش برضو ممكنش هتصرف فيها حصل حاجة إن الكرة كان الكابس على هو ما خدش مساحة نفسه الكرة دي في بداية الشرط التاني أي مهاجم مش مهاجم أي لعيب في سكوادي النادي الأهلي حتى لو محمد عبد الملعي نفسه هقدروا أن يسجل هدف فإنت العيب بيفقدك أكتر من كرة إنه ممكن أنت تعزز ناحية النادي الأهلي وتستغل بعض الكرات دي سروه من إمام عشور ما فيش أحسن من كده لو كامل بلسبرينت بتاعه كان الكرة دا وقف مرة واحدة وقد قناعته إنه يقف أنا مش فاهم لحد دلوقتي هو فكر فيه هو تحركاته عظيمة بس 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 زكي جدا بالضبط يعني حتى دي هو فضل مكمل وعارف إن الكرة دي هتجيله برضو تتعامل معاه برعونة غريبة وبتصرف غريب هو بيتحرك تحركات مهاجم فعلا لا أجنبي مهاجم زكي جدا حتى بدور بلجازات تحرك وبيأخد المساحة الوراء بيأخد خطوطين لوراء بيتلخ خطوطين لقدام لكن دايما الفينيش عنده واستلامه الكرة وقناعته هو بيتعامل مع الكرة بحس إنه فأي حاجة غريبة يعني دايما هو في الآخر هو لغز جوا النادي الأهلي واللغز ده هو المسؤول عنه كولر بما إنه هو اللي جابه فالنادي الأهلي طبعا هي مسألة وقت